أهلا بكم قررت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصل وبناء على توصية فنية من الجهاز الفني للفريق الأول فسخ التعاقد مع المحترف الكونغولي موباكو واتفقت الهيئة الإدارية مع اللاعب الذي سبق وأبدى رغبته بفسخ العقد بالتراضي على مخالصة مالية ويعاني اللاعب من عدم اكتمال جهزيته جراء تأثره من إصابة قديمة وهذا ما أكدته التقارير الطبية للجهاز الطبي للفريق وقدمت الهيئة الإدارية الشكرة لموباكو على ما قدمه خلال الفترة الماضية وتمنت له التوفيق في مسيرته المقبلة تنطلق يوم غد الخميس مواجهات الجولة التاسعة لبطولة دور المحترفين من خلال مواجهتين ويلتقي في المباراة الأولى فريقا الجزيرة ومغير السرحان في مواجهة متكافئة على استاد عمان الدولي حيث يطمح الفريقان في تحقيق الفوز وتحسين موقعهما على سلم الترتيب وفي اللقاء الآخر يستقبل الوحدات فريق الصريح على استاد الملك عبد الله الثاني في مواجهة منتظرة حيث يسعى الوحدات إلى مصالحة جماهيره واستعادة الثقة بعد الخسارة أمام الفيصل بدوره فإن الصريح يتطلع لمواصلة عروضه القوية والتقدم أكثر على سلم الترتيب يلتقي المنتخب الوطني تحت سن 17 عاما لكرة القدم بنظره اللبناني في المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا التاسعة للناشئين عند الساعة السادسة من مساء غدن الخميس وتأهل المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على نظيره السوري بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الدوري النصف النهائي ويسعى المنتخب الوطني جاهدا للحصول على لقب بطولة غرب آسيا وكان منتخب لبنان قد بلغ نهاء البطولة بعد فوزه بهدف وحيد على منافسه العراقي توجت الأميرة سمية بنت الحسن الرئيسة الفخرية للاتحاد الأردني لكرة اليد فريق حرثة بلقب كأس الأميرة سمية للسيدات وذلك بعد فوزه في النهائي على نادي وادي السير التفاصيل في هذا التقرير على صالة الأميرة سمية بنت الحسن في المدينة الرياضية التقى فريقاء حرثة ووادي السير في المشهد الختامي من بطولة كأس الأميرة سمية لكرة اليد للسيدات اللقاء الذي شهد حضورا كبيرا من عشاق الفريقين شهد تقدما واضحا لحرثة في شوطه الأول ولكن كان الحماس واضحا على لعبات الفريقين خصوصا أن اللقاء كان بحضور سمو الأميرة سمية بنت الحسن الرئيسة الفخرية لاتحاد كرة اليد وبتواجد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان ورئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي لينهي حرثة الحصة الأولى بفارق مريح وصل إلى 12 هدفا مقابل ثمانية أهداف في الشوط الثاني تحسن أداء وادي السير مما أثر بشكل إيجابي على مستوى اللقاء واقترب وادي السير من التعدل إلا أن الخبرة كانت تصب لصالح حرثة الذي حسم المباراة وظفر باللقب بالنهاية بالفوز بنتيجة 21 مقابل 17 كتير مبساطة اليوم أنه نحن نكون موجودين هون طبعا أداء اللاعبات على الطرفين كان كتير ممتاز فخورة وبهني فرقة نادي حرثة بس ورده فرقة وادي السير كتير كانوا فضيعين يعني أنا كتير اليوم شفت أنه المستوى كتير مرتفع المباراة كانت كتير حلوة بين الطرفين وادي السير فريق يحترم فريق رائع فريق يشتغل على حاله فريق شابات بالمقابل إحنا كمان اشتغلنا على حالنا المباراة فرقت في فارق الخبرة الروح الموجودة اليوم كانت في حرثة يعني صدقا كانت هي اللي شاغل لأنه هاي المباراة كانت اللي توجد فينا هي الروح الموجودة اليوم بكل بنت إحنا بنشكر الأميرة سمية على حضورها اليوم هو طبعا تشجيع لنادي حرثة ولا نادي وادي السير بشكر رئيس النادي بشكر الدكتور تيسير على هذا الدعم وأنا بشكر أهلي اللي هم دائما سند بظهري واللي هم دائما مشجعيني الأول والأخير الحمد لله مباراة كانت ممتعة ضد فريق وادي السير البنات شاطرات ما شاء الله عليهم سريعات احنا عرفنا نتعامل كيف نمشي معهم تقدمنا عليهم الشاط الأول فريق ثلاث رجينا عدلنا الشاط الثاني وعبنا صح وزي ما بدوا الكابتن وعند نهاية اللقاء قدمت سمو الأميرة سمية بنت الحسن الميداليات للفريقين ورفعت فلك عبادات كابتن فريق حرثة كأس البطولة عن جدارة واستحقاق ودعت الأمريكية سيرينا وليامز بطولة ويمبلدن ثالث البطولات الأربع الكبرى في التنس من الدور الأول بخسارتها مبارتها الأولى أمام الفرنسية أرمونيتان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بعد عام من انسحاب اللاعب الأمريكية بسبب الإصابة كانت عوداتها مرتقبة لكن تان المصنفة 115 عالمياً أطاحت بأحلام الأسطورة في مباراة متوترة وتفوقت عليها وبحسب أرقام أبتا هذه هي ثالث مرة فقد تخسر فيها سيرينا في الدور الأول خلال بطولة جراند سلام في 80 مشاركة سابقة لها في البطولات الأربع الكبرى ترجمة نانسي قنقر